السلام عليكم ومرحبا بكم في مدونة الفيلم الفلبيني إنها تواعد رجل عصابة في حفل زفاف يلقي كينجي كلمته عن الحب تخلل كلامه شيئا من الحرب كان يتحدث من واقع خبرته أن الحب يحتاج إلى التوقيت الصحيح لنجاح العلاقة وعلى الجانب الآخر وتحديدا في دورة المياه يتبادل كينيث القبولات مع إحدى المدعوات يكتشف جدها الأمر ويغضب هرب وتعثر وأسقط معه كيكة الزفاف كينيث هو ابن كينجي الذي ألقى الكلمة وتمنى السعادة للعروسين الجديدين ذاق كينيث ذرعا من تصرفات ابنه الغير ناضج وسأله بيأس عما يريد حتى يتوقف عن افتعال المشاكل رد ببرود أنه لا يريد أن يكون معه وتمنى لو كان بصحبة والدته الراحلة بدلا منه وسأله مباشرة من هي أثينا لم يقصد والدته بل أثينا الأخرى وتمنى لو كان والده هو الذي مات بدلا من والدته استيقظ اليوم التالي على ضجيج الأخبار عن تحطم الطائرة ولازالوا يبحثون عن الركاب ومن بينهم كينجي والد كينيث ذهب إلى المطار لمعرفة إذا كان والده على قيد الحياة الغير متوقع هو أهور فتاة مجهولة تظاهرت بالبكاء وتسببت بالإزعاج وجذبت أنظار الصحفيين وزعمت أنها ابنة كينجي أخبرها المنسق أنه سيتواصل مع الابن بما أنه يحمل أوراقا تثبت أنه من العائلة على عكسها لذا عليها أن تتفق معه لتعرف ما الذي حل بوالده سألها عن اسمها وعن سبب بحثها عن والده وعن الصورة التي بحوزتها فطلبت منه أن يعطيها وعدا بالتواصل معها فور اتصال شركة الطيران بين فحكت له قصة مؤثرة عن ارتقاء والدهما ببعضهما أثناء الدراسة وما مروا به وما الذي حصل حتى اضطرى إلى الانتصال ولأن عمتها مريضة تريد لقاءه كأمنية أخيرة لها قبل أن تموت تحاول كيلي جاهزة البحث عن كينجي للجمع بينهما شاهدوا الفيلم لتعرفوا ما الذي سيفعله كينث وكيلي للإسراع في هذا وما هي القصة الكاملة التي حدثت لوالده ولعمتها في الماضي طبعا دانييل وكاثرين سيؤديان دور الماضي والحاضر وسيتواجدان طوال الفيلم وهذا كل شيء لهذا اليوم يا رفاق إن أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الإعجاب ومشاركتي مع من تحبون ولا تنسوا الاشتراك في القناة أتمنى لكم مشاهدة ممتعة وما كي تكامميها قوة